موسيقى شاهدي طقس العرب السلام عليكم ورحمة الله إليكم آخر الأخبار المتعلقة بالإعصار ميكونو الذي يقترب حاليا من الأراضي العمانية وهذا واضح من صور الغيوم لهذا المساء حيث صور الأقمار الصناعية تبين موقع الإعصار واضح بالقرب من جزيرة سوقترة وهذا الإعصار يتحرك باتجاه الأراضي العمانية وهذه كميات الغيوم المحيطة بعين الإعصار والتي ستتسبب بسقوط كميات كبيرة جدا من الأمطار في محافظتي ظفار والوسطى هذا الإعصار ميكونو هذا الإعصار يعتبر من الدرجة الأولى إلى الثانية وأيضا معنى مأعصار من الدرجة الأولى إلى الثانية أي أن سرعة الرياح ما بين 115 كم في الساعة إلى حوالي 157 كم في الساعة هذا الإعصار يقترب مساء الخميس من السواحل الجنوبية لسلطنة عمان وتترافق معه رياحاتية وارتفاع في الموج ارتفاع الموج قد يصل إلى 10 أمطار وأيضا كميات كبيرة من الأمطار هذا ينتج عنه كميات كبيرة وغزيرة من الأمطار في معظم المناطق التي ستتأثر بهذا الإعصار وخاصة محافظتي ظفار والوسطى هذه الحالة الجوية تتعمق يوم الجمعة وتبدأ بالتأثير على المناطق الداخلية كإعصار على الأقل من الدرجة الأولى أيضا مصار هذا الإعصار أو معلومات عن هذا الإعصار بنلاحظ أن هذا الإعصار حاليا موجود عند خط عرض 11.4 بالعشرة شمالا لكن عند خط طول حوالي 56.3 بالعشرة شرقا هذا الإعصار سرعة الرياح المرافقة له محدود ما بين 55 عقدي وهبات تصل إلى حوالي 70 عقدي الضغط الجوي في مركز هذا الإعصار بحدود 978 هيكتوباسكال ويتحرك باتجاه الشمال الغربي أي باتجاه الأراضي العمانية والصورة التالية توضح مصاري الإعصار وقوته الآن بالقرب من جزيرة سوق قطرة يعتبر إعصار من الدرجة الأولى وأيضا لما اقترب من السواحل الجنوبية لعمان بيكون إعصار من الدرجة الثانية وعند دخوله للأراضي العمانية بيكون إعصار على الأقل من الدرجة الأولى ويستمر في حركته باتجاه الشمال الشرقي متوقع أن يوم السبت يؤثر على شمال عمان ومنطقة الربع الخالي والمناطق الشمالية الشرقية من اليمن هذه هي الوضعية الجوية لحد الآن مشاهدينا من طقس العرب نحييكم وإلى الإطلاق اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر